هناك حكمة تقول أن تضي شمعة صغيرة خيراً من أن تعيش في الظرامة الحكمة دي مهمة جداً أنا شخصياً جربتها في حياتي الحكمة دي معناها إيه؟ معناها أنك لو عندك مشروع كبير أو أنت بتحلم بموزيشن معين وعملت عمله خطط وبترسم له طرق وعارف إن المشروع ده هينجح وهيجب لك فلوس كتير قوي بس لو قعدت مستني الفرصة اللي تديلك عشان تقدب فيها المشروع وعشان تعمل مشروعك عمرهم هتديلك ويمكن المشروع يتسرق منك بالطريق ويتكتب بإسم واحد تاني وإنت شخصين مش هتنجح وهتجوع ومش هتجوع فمعنى الحكمة أنك أنت بقى تعمل إيه؟ أنت تضي شمعة صغيرة خيراً من أن تعيش في الظرام يعني تشتغل أي شغلانة ما بتحبهاش أي شغلانة مش بتاعتك لو لقيت طبعاً شغلانة بتحبها في النص ماشي بس إحنا بنقول لما لقيت شغل دي اشتغلها خلي الفرصة أنك أنت تبقى موجود في سوق العمل يتفتح لك باباً يتعرف على الناس يتغير بلان الخطة يتعمل أبديد للفكرة في النص تفهم الحياة يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لكي نفهمها ونتماشى معها ونشتغل على طريق ربنا اللي خلقها ليس العكس أن هناك الكثير من فهم الموضوع أننا سأمشي الدنيا على مذاك مثلاً نوح عندما عمل التفان هو ما عملتش التفان هو ربنا أمره بالتفان ليه؟ لكي أن الناس دي كانت عايزة تمشي الدنيا على البخ هي هو ربنا خلقها كده وهتمشي كده وما لما حبوا المشروع على دماغهم ربنا قال لي سيدنا نوح اركب السفينة سيب حتى ابنك العاصي علشان هو عاصي هو معاهم يعني شوف ما فيش أي حد يقدر يمشي الكون ده إلا جايما خلقوا ربنا فربنا خلقوا الكون أنه هو نحن نفهمه ونمشي عليه ليس هو فكرنا نحن اللي يغيره أحاول أنك انت تسعى لأنه أهم شيء هو السعيد ربنا قال لي تسعى وما لا تدعب أي حاجة اسعى اعمل أي حاجة تانية يعني أنا كمخرج سينما دلوقتي بدأت أعمل مثلا معهد سينما في الإمارات وبدأت أعداد الإخراج وتمثيل وهي أنا حاجة ليس ممكن بحبها شقوي بس هي حاجة أنا لازم أفضل شغال لقيت الدنيا ومدينة في الحتة دي لازم أكملها جمع صناعة الأفلام اللي أنا بعمل يعني فاهم الفكرة بس أنا في الأول خالص ما كنتش قادر أنه نوصل لده اللي بعد ما تعبته واشتغلت مساعد مخرج مرة واثنين وثلاثة ويمكن فيه فترات في حياتي نزلت تشتغل ببروديوسر يعني يعني منتج منافذ مثلا لأفلام أو حاجات وتعبت جدا في الفترة دي لاني بعيد عن الإخراق شوية وكده ولكن ما ينفعش أفضل واقف ما ينفعش أفضل مستدل أن نخرج فيلم لأ لازم أفضل شغال لازم أكون موجود في داية اللعبة عشان كده أنا لصحت ليك اه اشتغل اسعى ما توقفش ما تقعدش لغاية ما تجيلك الفرصة ما حاش يقولك الكلام ده عشان ما فيش حد للأسف بيحبك خدد مهرار اشتغل